عجبني برضو تصريح كابتن سادة عبد حفيز يعني الزمالك هيبقى في حتة تانية بس محتاج شوية تثبيت في الناحية لو جماعة انتم متخيلين يعني كابتن سادة عففيز عففيز كان مدير الكرة في النادي الاهلي الراجل بيتكلم بصه يعني ممكن يتكلم على النادي الاهلي بس هو يتكلم بحيادية او يتكلم بشخصية كابتن سادة عففيز اللي احنا عارفينها بصراحة يعني حاجة تحترم ليه بيتكلم بوجهة نظره هل مثلا ممكن جمهور نادي الاهلي يزعل منه ما هو الكرة يا جماعة في مصر ما بين اهلي والزمالك لو نادي الاهلي واقع الزمالك هيبقى اعلى كده فيه خلل في الكرة المصرية لو نادي الزمالك برضو عدل الكافة هنشوف منافسة هنشوف منافسة ما بين الاهلي والزمالك هتعود على الكرة المصرية طبعا كابت سالة حفيز يعني من الشخصات اللي بتاع بتتعامل وبتدي وجهة نظر بصراحة وجهة نظر تحترم فيه برضو تصريح لأستاذ ممدوح عباس موجان رسالة لتجاوزات كابتن أحمد سليمان على من يتبنى نغمة عدم الحيادية خلق مكانها والتزم بسياسات الزمالك والله أستاذ ممدوح عباس برضو ممكن ناس بتختلف معاه بس راجل برضو على دراية بالإدارة وبردو ليه الامج بتاعه ليه الكيام بتاعه وأكيد عارف قيمة نادي الزمالك بصراحة أستوى ده نادي الزمالك يا جماعة هو نادي الزمالك الكيام بتاعه الامج الشكل يبقى كويس تصريحات تبقى متوازنة تصريحات تبقى عقلانية شوية لأن انت لما باجأ أصرح فأنا مسؤول عن نادي الزمالك فكل تصريح بينزل سواء من المتحدث الإعلامي أو من كابتن أحمد سليمان أو أيا من أستاذ عمر الجنيني أو كابتن حسين لبيب كل تصريح بينزل عكس بعض عكس الإطار اللي ماشي فهو بيدور نادي الزمالك فأنا بتفع مع أستاذ ممدوحة بس وبحييه على الرسالة دي وأتمنى أن هم يسمعوا الكلام ده يعني أتمنى يسمعوا كلام الراجل ده لأن الراجل ده على دراية كبيرة جدا من ناحية الإدارية وبيعافي أتعامل مع الأشخاص وبيكسب كل الناس على فكرة ما هي الإدارة نجاح أن أنت تعف تتعامل مع أبراهيم وتتعامل مع أحمد وتتعامل مع كل الناس وما تدرش خلي نادي الزمالك كده على جام اتعامل بالشخص أن أنت مسؤول في نادي الزمالك بشكل أفضل من كده أولاً والله أنا مش جاي عن نادي الزمالك أنا بتكلم حتى بتناقش معهم بقول لهم أن أنتو في بعض المسؤولين في نادي الزمالك كمية تصريحات دي بتضر نادي الزمالك فأنا بتكلم بمنطق أن نادي الزمالك اسم كبير وهم أكيد هم دلوقتي سمعيني وما بتكلم وأنا بتناقش معهم ممكن بس عايز أعرف الأسماء اللي بتقول يلا كبتن حسين لبي برئيس نادي الزمالك بيصرح كبتن أحمد سليمان تصريحات كبتن أحمد سليمان أستاذ عمرى أدهم كبتن حسين السايد بعد المحبين بقى اللهم من نادي الزمالك أستاذ عمرى الجناني دي كده كام خمس أستاذ مامدوح حبا 6 نائب برئيس النادي كبتن الشام الناصر ده كده 7 أنتو يا جماعة شايفين المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي أستاذ أحمد سالم تمانية بيتم تخيلين يا جماعة اهو انا بكلمك اهو تمانية بيصرح طب انا دلوقتي كلعب اسمع مين بقى بخلاف مدير الكورة كابتن عبو حد السيد بخلاف مستر جوميز كابتن احمد مجدي اسمقتوا بتكيلهم ب11 شخص مسؤول في نادي الزمالك سواء في الادارة الفنية او في الادارة الادارة بتاعت النادي او دارة الكورة 11 واحد بيصرح اشتركوا في القناة